نقاش الوضع الإنساني في قطاع غزة ينضم إلينا سيد محمد لنسور مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفاوضية السامية لحقوق الإنسان أهلا ومرحبا بك أهلا بك أهلا بك تتحدثون بشكل متكرر عن مسألة التوثيق ورصد الواقع وما يحدث لكن الناس تسأل عادة ماذا بعد؟ نعم في الحقيقة جميع الناس في المنطقة العربية بشكل خاص يتسألون عن فعالية الآليات الدولية لحقوق الإنسان وعن توثيق الانتهاكات فيما يحصل في غزة ونحن نقوم بدورنا كمفاوضية سامية لحقوق الإنسان وكأمم المتحدة في تبيان الانتهاكات التي تحصل بشكل يومي وبشكل مستمر ضد المدنيين العب الأكبر هي على الدول في تنفيذ قرارات الآليات الدولية وبشكل خاص القرار الأخير عن المحكمة العدل الدولية بضرورة اتخاذ إجراءات وقائية لوقف الانتهاكات الخاصة ضد المدنيين في غزة المفاوض السامي لحقوق الإنسان تحدث كذلك عن إجراءات المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب أيضا من طق عليه هذه المسؤولية؟ إذا نظرنا للنظام الدولي بشكل حالي والذي تم تبنيه بعد الحرب العالمية الثانية والتي جاءت بعد انتهاكات كبيرة وجسيمة ضد المدنيين لدينا آليات متعددة منها المحكمة الجنائية الدولية ومنها محكمة العدل الدولية القرار الصادر مؤخرا من محكمة العدل والذي طالبنا بتنفيذه بشكل فوري يتطلب من إسرائيل القيام بإجراءات احترازية لوقف مسألة التجويع لوقف استهداف المدنيين والسماح بالمساعدات الإنسانية للدخول الأمم المتحدة كما تعلم ليس لديها آليات تنفيذية على الأرض إنما التزامات على الدول المطلوب ممارسة الضغط الدولي أكبر وخصوصا من الدول التي لها تأثير على دولة إسرائيل بدلا من متابعة الالتزام بهذه الإجراءات الاحترازية منذ خرج قرار محكمة العدل الدولية تحول الانتباه لهجوم على منظمة أممية تقدم المساعدة لملايين اللاجئين كيف ترى ذلك؟ الحقيقة الهجوم على الأنروا مؤسف بشكل كبير واستجابة بعض الدول من خلال وقف التمويل مؤسف أكثر نحن نحاول بأكبر قدر ممكن أن نستعيد التمويل لوكالة الأنروا كما تعلم هي الوكالة الرئيسية المعنية بإغاثة وتشغيل الفلسطينيين وهي الشريان الحياة في قطاع غزة نحن الآن ندخل مرحلة حريجة جدا في مسألة الغذاء نحن في مرحلة مجاعة حقيقية في ما يحصل الآن لا يوجد إمدادات لإنسانية عدد الشحنات التي تدخل ضئيل جدا بالمقارنة لما كان موجود عليه قبل السابع من أكتوبر بدنا نذكر دائما وأبدا أنه قبل السابع من أكتوبر أيضا كان الوضع الإنساني غاية في الحرج في نتيجة الحصار من مدة 16 عام على قطاع غزة فجميع المؤشرات الحيوية والتي تعطي الناس الحد الأدنى من الحياة الطبيعية لم تكن موجودة ل 17 سنة 16 سنة فبالتالي الوضع الإنساني جدا حرج ونحن نتأمل في إشارات من بعض الدول باستيناف التمويل تحدث المقرر الأمم الخاص بالحق في الغذاء أمس أمام مؤتمر العدالة الغذائية المنعقد في الدوحة في كلمة مسجلة عن أن هذه ربما أكبر مرحلة يستخدم فيها التجويع كسلاح منذ الحرب العالمية الثانية كيف تنظرون لذلك كانتهاك أيضا هو انتهاك وهو شكل من أشكال العقوبات الجماعية لا يمكن اعتبار أكثر من 2 مليون إنسان في غزة حركة حماس هناك مدنيين وبالتالي استخدامها كعقاب جماعي وتسليح التجويع كأداة من أداة دوات الحرب هذا ممنوع بالقانون الدولي فبالتالي أنا لا أعتقد وأشارك ما تفضل فيه المقرر الخاص بأن ما نشهده اليوم غير مشهود في التاريخ حقيقة نحن أمام وضع إنساني لا أعلم إلى أي مدى ممكن أن نصل لكن بدون وجود اتفاق على وقف إطلاق النار أعتقد أننا أمام مأساة تفوق ما شهدناه في التاريخ الحديث أشرت إلى إجراءات وصورة ما بعد الحرب العالمية الثانية الآن تبدو أصوات كثيرة مرتفعة خصوصا في منطقتنا بأنها فقدت الإيمان بهذه المنظومة الدولية وانتباق ما يحدث على إسرائيل في صراع كهذا نحن أكون صريح معك لا يمكن أن نجمل الواقع حقيقة الآليات النظام الدولي التي نعرفه من 75 عام أمام تحدي كبير والدول والمجتمع الدولي أيضا أمام تحدي كبير هل نستمر في التقليل من أهمية هذه المؤسسات لدينا مجلس أمن لم يتمكن من انتخاذ قرار لدينا قرار محكمة العدد الدولية ملزم الدول بنوع من الاحترام لهذه الآليات وإلا فقدت المصداقية بشكل كبير المجتمع الدولي أمام هذا الامتحان إما أن يحافظ على مصداقية هذه المؤسسات التي أنشأها بموافقتهم الدول الأعضاء للأمم المتحدة أو في المستقبل يتم دائما وأبدا عدم الالتزام ونكون أمام تحديات لأن هناك أيضا صراعات خارج الشرق الأوسط لدينا صراعات في أوروبا وفي أفريقيا فإذا قبلت هذه الدول بهذا النهج أعتقد أننا أمام تحلل للنظام الدولي بما نعرفه اليوم بهذا الإطار ما قاله فليب لازاريني وحتى الهجوم الذي ناله الأمين العام للأمم المتحدة ما الذي يقوله ذلك أيضا عما تشير إليه لديك دولة لا تلتزم بالقرارات وهناك أيضا عدم وجود توافق دولي لفرض المسائلة والعقاب نحن رأينا في السوابق كان هناك في مسائلة في غزلافيا في رواندا مينمار مؤخرا فبالتالي ازدواجية المعايير هذا نواجهه يوميا أسئلة كبيرة جدا حتى خلال المؤتمر الحالي في الدوحة هناك أسئلة من المجتمع المدني العربي والدولي عن المصداقية مصداقية المؤسسات الدولية نحن نحاول في المفوضية السامية دائما وأبدا أن ننادي بالمحاسبة لأن المحاسبة هي الضمان الوحيد لعدم تكرار المآسي وجرائم الحرب مستقبلا محمد لنسور مدير قسمة شرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية الحقوق الإنسان شكرا جزيلا لك